بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم نقدم بضياتنا هات الحريشات المعمرين ملحين كي يجو أكثر من رائعين رطبين وسريعين التحضير نتمنى أنكم تجربوه وإننا الإعجاب ديلكم نبدأ بالحشوة بشكل كبير أو بصلة جوجب متوسطين والفلفلة الألوان المتوفر نقطعهم على هات الشكل مربعات نضيفهم في المقلة مع زيت المائدة أو زيت الزيتون نضيف لها مليحة نضيف الحشوة جانبا ونمرر الحرشة نضيف لها مليحة الحكة وكيميا من الزيتون نضيف الحشوة جانبا ونمرر الحرشة بالنسبة للحرشة نضيف لها جوج زليف سميدة يمكنكم تضيف الكيميا كلها سميدة كي يبقى لكم الإختيار من طبيعة الحال نضيف لها مليحة حرشة نضيف لها مليحة نضيف لها مليحة السشية الخميرة من فئة 7 كرام نضيف لها مليحة كيميا نضيف لها مليحة يمكنكم إضافة زيت المائدة كي يبقى لكم الاختيار من طبيعة الحال سنخلطها بزيان تنضمن انه جميع وبيبات السميدات تلبسوا لنبس زيت سوف ننقص كيمية من هذا الخليط لكي نفند الحريشات الجاولة وهذا سلبة شكياطة واحد القوام اكثر من رائع لحرشة سواء فرضية او كبيرة او العائلية او ملحة او حلوة ضروري هذا الخليط ستبقى تنقصوا لكي تفندوا الحرشات الجاولة سوف نضيف الماء اللي يكون دافية شوية ونخليها تكون خفيفة ونخليها جانبا حتى ترتاح كيف ما كتشوفها يرها الشربات اللية لاني نضرتها وخلصها جانبا حتى وجد شغل اخر سوف نحتاج واحد كيمية من فرماج الخليط موزاريلا وفرماج حمر كي يبقى لكم الاختيار وطبيعة الحال الحشوة اللي بردت سوف نخلطوا كيمية من الخليط لحسبية المول فهو سوف نضيف الحرشات الجاولة سوف نضيف كيمية من الحرشة او الافوان من الحشوة في الوسط وكيمية من الفرماج من فوقها يمكنكم تخلطوا الفرماج مع الحشوة كي يبقى لكم الاختيار من طبيعة الحال سوف نحاول نجمع الجوانب الخليط السميدة باش نشكل كورا ونفندها في الخليط السميدة اللي ينقص ونبراسيها في المول يمكنكم تخلطوا فقط غطاء شبوطة يمكنكم تخلطوا المول الحرشة اللي تيجي العشكل الساكل بالغطاء دياله أنا هدي كجيني عملية وسريعة سوف نخبطها هكا كنحطها فوق شي منديل يمكنكم تخلطوا الكيمية كلها عند تبدو الطياب او لغة تبقى مباشرة فوق المقلة بالنسبة لي ندرتها كاملة فوق المنديل عندها بدت كاملة كان طيب أنا عود معكم لكي تشاهدوا الطريقة اللي أنا جيت سهلة وسريعة هاد الحرشة يمكنكم تديرهم طبيعة الحال حجم عائلي كي يبقى لكم الاختيار بعد ما درت الحشوة كندير شوية الفرماج يمكنكم تستغنوا على الفرماج هو فقط يعطي واحد المضاق واحد تاليكا الحشوة يمكنكم تستغنوا كيفما يمكن لكم تبدله الحشوة يعطي الكفتة مع البصلة يعطي لكم فقط الخضرة كي يبقى لكم الاختيار من بعد ما كان فرندها مزيان في السميدة كان نتغطي عليها في البواطة رافيسة تزول كما تشوفوا من بعد أنا كان نكرسها شوية بيدية لاني ما بغيتها شجي اغريضة كي يبقى لكم الاختيار من طبيعة الحال السمك انتوما ما بغيتو المقلة من بعد ما سخنعت وكملت كنتكملت الكيمية مديس كان طيب رافيسة كتوجد طيب الحرشة باين كتخلي واحدة كتتحمر من تحت وكتقلبوهم طبيعة الحال كتحاولوا مرة مرة تغطو عليها من الفوق باش يجي سطح ديالها مقد كنستمر عليها كالعافية تكون متوسطة من طبيعة الحال حتى نكمل تحضير الحرشات الجليل يجي اكثر من رائعين البادين وسريع تحضير نتمنى انكم تجربوهم فعلا كي يستحقوا تجريبة لانهم البادين وفي ساح كي يوجدون كما تشوفون نحل معكم من الداخل كي تنفخوا الفروماج لانه من كي يبدو كي تنفخ كي يطوي شوية مهوية كي تجي اكثر من رائعا اتمنى انكم تجربوها ودنا الاعجاب دمتم في رعاية الله الذي لا تضيعو ودائعوه